العلبة دي تقدر تعد الجهاز البلاستيشن فور من غير كمبيوتر من غير شاشة من غير تيفو بوكس من غير موبايل من غير اي حاجة العلبة دي وفقط لا غير بس كده السلام عليكم زوجة طولة اخباركو عبلي دير ام خير دي عبان معكم اسلام فايد في فيديو حماسي جدا اكتر فيديو مستني الفترة اللي فادت بقالي داخل في عشرين يوم تقريبا طالب الكتعة دي وفي العشرين يوم دول الحماس كان للسماء مستنيها توصل بفارغ الصب وهل ما لأقول هل هتستحق ان الانتظار اللي انا استنته ده ولا هتبقى فانكوش ولا ايه بالزبط الكتعة دي انا جربتها يا رجالة حرفيا اختراع يا كتش اختراعها تولى الكتعة دي بكل بساطة بتخليك تستغنى عن الكمبيوتر بتخليك تستغنى عن الموبايل بتخليك تستغنى عن الشاشة بتخليك تستغنى عن اي حاجة هي العلمة دي وبس كده بتعديل الجهاز من غير اي حاجة تانية كل حاجه انا شرحه وانشرحه لكم كل التفاصيل الطابق الكتعة دي انتا جاء copying انا يا solem الكتعة دي انا جايبها من على على ال vaccine , واحد ي parody القواب عن سعراتها ولكن اني يتطاقلك مشادي الكمية دي سهتبقى بنفس سعر المنتج لدينا بيست governors ان شاء الله انت دلوقتي لو انت عايز تشتريها من اي مكان في العالم هسيب لك اللينك في الكومنت المصبت تحت فيه نصب كتير على علي إكس بريس وممكن تلاقي اسعار ارخص ولكن للأسف بيبقى في نصب الفلاشة دي دي ابسط حاجة يعني الفلاشة دي انا كنت شاريها من علي علي إكس بريس الفلاشة دي لتعديل بلاستيشن فور سوفت وير 9 بتسيبها فيه الجهاز والجهاز بيتعدل لوحده من غير ما كل شوية تشيل وتركب الفلاشة مجرد ما تسيبها تفتح المتصفح الجهاز يتعدل وخلاص على كده ولكن انا طلبتها لقيت فيه اسعار كدير ولكن لقيتها بسعر رخيص فيه ستور تاني يعني غير الستور اللي كانت بتتبع فيه الرسمي بسعر ارخص فطلبتها فلما جات للأسف تلعت مش شغالة وفيك يعني الموضوع مضروب فعشان كده بقول لكم حاولوا ان انتو لما تشتريوا اشتروا من الستور المضمون اللي الناس عارفاه اللي الناس مجرباه عشان ما حصلش معاك اي مشاكل وده اللي انا هقوله لك دلوقتي 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 زي انت ما شايف ده ده نفس الستور اللي هو شوب ده زي انت ما شايف بداية شوب ده بيع كم قطعة زي انت ما شايف هنا بيع 257 قطعة وهنا بيع 33 قطعة ده نفس الستور لو بصيت على الليستورات التانية هتلاقي ده بيع 16 ده بيع 41 يعني ايه هتلاقي أسعار تانية ولكن الأسعار القليلة ممكن تبقى القطعة نفسها فيها مشاكل ممكن تبقى القطعة مشغالة ممكن يبقى فيه حاجات كده كتير ممكن توصلك من غير الكماليات اللي فيها دي أصلا فحاول تركز في النقطة دي اللي لم جربه والليستور اللي لم جربه اللي هو الليستور ده ده بيع 257 قطعة طيب عشان تشتري هتلاقي في الكومنت المصابة تحت اللينك أو في الديسكريبشن تحت هتلاقي هنا وهتلاقي هنا هتفتح اللينك هيفتح لك الصفحة دي كده بكل بساطة السعر والكتعة زي انت مشاكلت هنا 1471 جنيه الكتعة دي أنا انا هوفرهלكم يا رجالب نفس السعر ب1500 جنيه يعني الكتعة دي أنا وفره لك هنا من غير مصارف الشحن اللي هي 257 من غير الجمارك اللي انا دافعتها له المتين وتلاتين جنيه لان انت لسه بتدفع جمارك لما الكتع بتوصلك هنا انت بتدفع لها جمارك وانت بتستلمها 230 جنيه هنا زي انت مشاكلت 207 و40 جنيه شحن زائد 230 جنيه انا هوفره لك الموضوع ده كله كل اللي انت هتعمله خش على الفيسبوك ويحجز معايا هنا السعر لو انت عايز تشري بقى من اي دولة تانية كل اللي انت هتعمله هتدوس على شراء زي انت مشايف هتدوس على اللينك اللي تحت في الكومنتر المثابت او في الديسكريبشن وبعد كده هنا بيقولك الاجمالي 36 دولار هتدوس على دفع هيقولك هنا ايه الفيزة زي انت مشايف هنا طرق السداد الفيزة يعني انا عندي هنا مدخل فيزة انت هنا هتدخل الفيزة بتاعتك هتدوس هنا زي انت مشايف سواني بس كده هيحمل هتدخل الفيزة اللي انت عايزها اضافة فيزة هتدخل الارقام بتاعتها والرقم والتفاصيل ده كلها وتدوس الدفع الان بعد كده هيطلب منك العنوان هتدخل العنوان كده هيبقى فاضلك ان انت بقى تشوف الطلب وتعمله تتبع توقف على الحساب دي وتدوس على الطلبات الخاصة به وبعد كده هتيجي هنا في تم الشحن هتدوس عليها المفروض هيبقى فيه هنا الطلب بتاعك هتلاقي فيه هنا رقم التتبع هتاخد رقم التتبع وبعد كده هتفتح الصفحة دي هسيب لك اللينك ده برضو فيه الكومت النصابة وفي الديسكريبشن تحت زي انت مشايف ده order انا كنت طالبه مثلا هتدوس عليه وتدوس track وزي انت مشايف هيبدأ ان هو يجيب لك هنا التتبع بتاع الطلب زي انت مشايف بيعمل loading وهنا بيعمل check بيقولك الطلب وصل لحد فين خلص الجمارك وصل المطار زي ما انت مشايف دي كل التفاصيل بتاعته دلوقتي بقى احنا هنشوف الكطعة ونشوف الكطعة دي جاي معها ايه ونشوف كل التفاصيل ادي بيجي اول حاجة بتيجي معايا بيجي معايا كارت بيجي معايا كابل اللان وبيجي معايا فلاشة الفلاشة دي بيستخدمها اول مرة بس بيبقى عليها الجلد هن زي اقولك انت مش محتاج كمبيوتر مفيش كمبيوتر خلاص انت كل اللي انت محتاجه محتاج الحاجات دي بس مفيش اي حاجة تانية ولا بقى اي بدنجات وبعد كده الكطعة بصوا عشان بس تفهموا الكطعة بصوا حاجمها ازاي لو جينا اكارنوها مثلا بالفلاشة زي انت ما شايف دي فلاشة بص الحجم يعني الفلاشة اكبر لو هي مفتوحة وهي مقفولة يعني تقريبا اصغر الفلاشة حاجة بسيطة بص الحجم الحجم فعلا صغيرك جدا يا رجالة كطعة الريزبيري عشان بس الناس تبقى فهم كطعة الريزبيري اللي كنا بنعدل بيها واللي كانت تعديل بالشغل بيها ادي الكارتونا دي يعني ادي الكارتونا دي كده تقريبا بالضبط يعني كانت كبيرة جدا وبعد كده بييجي معها بقى هنا وصلة الـ Type-C يعني عندك هنا وصلة الـ Type-C الـ Type-C دي بتركب هنا في الناحية دي واللان دي بتركب الناحية دي وبتوصل دي في جهاز البلسة ودي في اليوسبي بتاع البلسة وبس كده بكل بساطة الجهاز يتعديل بييجي معها هنا صفحة كده برضو لي الشروحات بيقول لك ازاي تشغلها يعني بيقولك بتخش على النيتورك وزي انتم شاف هنا بيقولك سوفتور 11 وانا بيقول الاعدادات وبعد كده النيتورك وبعد كده بتعمل خطوة الاعدادات انت مش محتاج الخطوات دي لان الخطوات دي انا شرحت عليك قبل كده اشيرح عليك تاني في فيديو النهاردة بس كده دي الحاجات اللي بتيجي يعني الكارتولة مش افضل حاجة ولكن احنا مش مهم عندنا الكارتول احنا المهم عندنا دي ان هي تشتغل معانا كويس من غير اي مشاكل يا رجالة انا جربتها القطع دي حرفيا اختراع القطع دي بتشتغل باللينكس فبتشتغل معاك بسرعة احنا كنا شرحنا قبل كده وقلنا ان التعديلة بتشتغل على اللينكس افضل من الويندوز والقطع دي بتشتغل باللينكس فالقطع دي بتشتغل افضل من الويندوز الكطع دي كمبيوتر صغير يعني بينزل عليها السوفتوير بينزل عليها حاجات هو بتيجي كاملة كده ان انت مجرد ما تشغلها تشتغل معاك بتشتغل بسرعة جدا يعني ما بتطولش معايا أنا جربتها أقصى مدة خادتها معايا كانت خادت معايا حوارد اي او تلاتين سانية او دي اي خمسة وتلاتين سانية وقت كتت بشتغل معايا من أول مرة ما بتكملش تلاتين سانية ففعلا اختراع تعالوا بينا نجربها ونشوف كل التفاصيل دلوقتي بقى رجالة معانا دلوقتي دلوقتي بقى رجالة معانا قادي الكتعة زي انت بشايف اليوز بي ركب ناء الطيب سي ركب هنا وعندك اللاية نركب هنا والفلاشة الفلاشة دي هندخلها في مدخل من الليوز بي الوزبيل قدام بالشكل ده كده وهناخد الوصلة بتاعت الويس بي دي برضو نوصلها هنا زي انت ما شايف ادي كده وبعد كده توصل الوصلة بتاعت اللان في الجهاز من ورا زي انت ما شايف بالشكل ده كده كده معلم هتستنى بعد ما تشغل الجهاز بس هتلاقي هنا فيه لهم بابة نور في اللان نفسه الفلاشة نورت هي كمان الفلاشة نورت احمر اهي هنا لامب زي انت ما شايف نورت ازرق اخدر ولا ايه انا في لامب خضرة دلوقتي بقى نروح لجهاز البلاستيشن ونشوف الاعدادات دلوقتي يا رجالة احنا ركبنا القطعة وركبنا الفلاشة وصلنا اليوز بي ووصلنا اللان ووصلنا الفلاشة في مدخل اليوز بي التاني كده هنشغل الدرعة بتاعنا وجهاز البلاستيشن بس بيفتح نستنى لحد الجهاز ما يشتغل في السريع خلاص اهو يعني هانت اهو بص رجالة لازم تعمل الخطوة اللي جاية دي الخطوة اللي جاية دي اساس في التعديلة من غيرها التعديلة مش هتشتغل لازم تخش فيه الستينج زي انت ما شايف وبعد كده تخش فيه النيتورك وبعد كده تخش فيه الست اوب انترنت كونيكشن ولكن علم على العلامة اللي فوق دي بتاعت النيت الاول ست اوب انترنت كونيكشن وبعد كده هتدوس على يوز لان كابل وبعد كده كاستم بعد كده بي بي وبعد كده تكتبين اي يوزرنيم واي بسور ده اي حاجة بعد كده اوتوماتيك وبعد كده دونorest يوز وبعد كده دونوت يوز بعد كده دونوت سيت وبعد كده دونت يوز وبعد كده تدوس على تست هيبدأ انه ويعمل تشيك احنا كده موصلين الكطعة يعني كده الكطعة رأجب هناك يا رجالة هتستنى بس لحد ما عمل تشيك تمام كده بصوا ما تشغلوش التعديلة دلوقتي روح اعمل ريستارت تسارت الجهاز بس اول مرة بس كده اعمل تسارت الجهاز وبعد ما تعمل تسارت التعديل هتشتغل بقى وتوماتيك لوحدها الخطوة دي عملها علشان مافيش حاجة تهنج منك ومافيش مشاكل انا جربت لقيت ان هو اول خطوة دي بتعملها يعني اوقات ما بيشتغلش معاك بسهولة بس لما بترسطر الجهاز خلاص كل مرة ترسطر الجهاز تعديل هتشتغل معاك عادي من غير اي بشكل استنى الجهاز بيرسطر ويشتغل ونشوف التعديل هتاخد وقت قد ايه على ما تشتغل دلوقتي الجهاز فتحها رجالة هنشغل الدراعة وبس أنا مش هعمل حاجة تانية ما تعملش اي حاجة تانية شغل الدراعة وصيبه وقعد بقى يعني الحد ما نشوف بقى هل التعديل هتشتغل ولا مش هتشتغل وهتشتغل وهتاخد وقت ولا مش هتاخد وقت هتقعد كتير او زي الشاشة او زي التعديلة القديمة بص او الرسالة جات كان نوت كونيكت تو نتورك يعني استنى ما فعلتشتعديلة من اول مرة استنى كده تاني محاولة تاني محاولة نجح تاني محاولة قالك خلاص البي اي بي 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 استنى دلوقت هيجبك رسالة تانية يقولك تم تفعيل الجلدهن جلدهن اصدار اتنين اربعة بي سبعتاشر بص بيليجو ساكسسوري وكده تمام الجلدهن اتفعى على رجالة كل حاجة اشتغلت من تاني مرة هي اوقات بتشتغل من اول مرة اوقات من تاني مرة اوقات من تاني مرة ولكن في المجمل سريعة هي فعلا سريعة جدا ومريحة جدا ولا كمبيوتر ولا شاشة خيل يماني السهولة والبساطة اللي احنا بقينا فيها موضوع فعلا مريح جدا يا رجالة يا رجالة بأكد عليكم في نقطة مهمة جدا جدا محدش يروح يشتري من اي استور على علي اكس بريس اشتري من الاستور اللي انا قلته لسبب بسيط جدا انا مجربه الاستور ده مدمون بعتلي فعلا وبعتلي ومشتري انا قطعة تانية الاصدار التاني فمفضلكم محدش يروح يشتري قطعة من اي مكان تاني دي جبتها والله العظيم وصلت بايزة كنت انا قلتلكم قبل كده في منتج جايلي ومش جايلي وعدت برضو ايه مستنين ان هو يوصل وعشان اعمل على رفيو في الاخر جيت بايزة ما اشتغلتش للأسف فانا بقولك اوعى تشتري غير من الاستور اللي انا سايبه في الكومنت المسبت وفي الديسكريبشن تحت ده اأمن مكان لو لقيته اغلى شوية من التانيين مش مهم ان هو اغلى سندة ولكن المهم ان انت ما تخسرش كل فلوسك وان شاء الله في كمية هتوصلني خلال الفترة اللي جاية اللي عايز يبدأ يحجز منها يحجز من دلوقتي اي حد داخل مصر عايز يحجز وخارج مصر لو انت مش عارف تطلب هتوصل معي انا هحاول ان شاء الله برضو اوفرها لك الكمية اللي جايالي محدودة اللي محتاج يحجز معي علشان احجز له الكتعة بتاعته وان شاء الله في شوية فيديوهات حمسية وتشجع جدا اللي اهم اللي جاية بتنسى عشي لو تبسعنا لأول مرة انا اسلام فايد وانت انا فوست العتولة مين العتولة؟ اخوتك قريبك جرانك صحابك ناس كتير قوي في حياتك في العتولة هتديني اعرفوا اي حاجة وكل حاجة انا اجلسة الكمسل هتديني بواحد منهم انزل انا مسابسكرايب وفعل الجرس حاجة تانية اللايك العنيف بتاعك ورأيك في الكومنتات وبرضو حاجة اخيرة شكرا للدعمين سواء بالانتساب سواء بالسوبر بالسوبر شكرا للناس اللي بتدعمني شكرا للناس اللي بتعمل شير للفيديو شكرا للكومنتات اللي انتو بتعملوها رجالة انا بعمل كل حاجة عشان العتولة العتولة ما يتأخرش عليها في اي حاجة حاجة تانية اشوفك الفيديو الجاي اشوفك الفيديو الجاي سلام